اشتركوا في القناة زي مين السيليكون او الجرمانية وان الكوندوكتيفتي بتاعت الحاجات دي بتبقى سامي كوندوكتور احنا عايزين نعلي الكوندوكتيفتي فروحنا اول حاجة رفعنا التمبريتشر فالموضوع طلع ايه معها طلع ليميتد يعني عند سيرتين تمبريتشر عدد البروكن بوند بقى بيساوي عدد ها المندد بوند ده اسمه ثيرم الاكوليبري وطلع الموضوع محدود لكن لازم افهم كمان مع تسخيني ليه بيور سيليكون كريستل عدد الالكترنات يا جماعة وعدد الهولز اللي اتنين زادوا فبالتالي الاسلوب هنا دايما بيساوي واحد دي نقطة النقطة التانية خدنا الماس اكشن لو ان في بي بتساوي ان اي سكوار وان اي دي هي عدد الالكترنات او الهولز فين يا جماعة في البيور كريستل يعني الان اي equal b اي equal الاي طب انا لسه ايه لك لما بسخن بزود عدد الان وعدد البي يبقى كمان بزود عدد الان اي يعني كده لازم تبقى عارف ان الان اي تعتمد فقط على مين على التمبريتشر مين الان اي دي عدد الالكترنات او عدد الهولز فين يا جماعة في البيور كريستل ويؤثر عليها التمبريتشر بس طيب انا ممكن اعمل سؤال هنا اسمعني كويس اعمل لحضرتك كده ودي علاقة بين الان وواحد على بي احنا ديه سائلين يا معا ان الان والبي ها ديريكلي طيب انا النوع التاني بعمل دوبينج ودوبينج دي يعني بدخل حد غريب على عيلة السيليكون يا تلاتة يا خمسة تلاتة زي الالمينيوم والبورون وخمسة زي الانتمني والفوسفرس وده بيطلع لي ان تايب او بي تايب وساعتها هاي مع الان والبي انفرس مع بعض انا رسه فوق ايه لك ده امتى لما سخنت الكريستل لكن لما اضفت دوبينج يبقى مع الان والبي مالهم هيا شباب انفرس مع بعض طيب بل ان واحد على بي عاملة كده بصوا اهو دول تلاتة كريستل اللي ستوي هنا هيساوي ايه جماعة ان على واحد على بي يعني ان بي يعني ان اي سكوير طيب لو انا قلتلك مين من دول عنده تيمبريتشير اكتر احنا ربطنا لتمبريتشير بالن اي من شوية اهي يا جماعة وبالتالي هنا مين عنده سلوب اكتر ايه طيب طالما ايه عندها اعلى سلوب يبقى اكيد اعلى ان اي سكوير يبقى هي اعلى تيمبريتشير يبقى تيمبريتشير ايه اكبر من تيمبريتشير بي اكبر من تيمبريتشير ايه يا جماعة طيب يا مستر جالي سؤال في الامتحان عامل كده اسمعني ها ان وبي وكده وكده ودي كريستل ايه ودي كريستل بي وبيقول لي انهي كريستل من دول اللي عندها هاي تيمبريتشير تيمبريتشير ايه مالهب تيمبريتشير بي واحدة واحدة جماعة تاني التيمبريتشير بتأثر في الان اي وانا عارف ان في بي بتسوي ان اي سكوير عدي معايا يا مالدول كم متغير واحد اتنين تلاتة طبعا ماينفعش نعمل علاقة بين التلاتة لازم نثبت واحد من الاتنين دول يا مالعشان نعمل علاقة بين الان اي والتاني وليكن نثبت الان الاتنين صح يعني ايه يا مستر نثبت الان يعني نعمل كده هاي مع مين ده دي البي بتاعت كريستل ايه مين ده البي بتاعت كريستل بي مين اكبر ايوا ده الزير وجماعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى البي بتاعت بي اكبر من البي بتاعت ايه طب لما ده كون وستنت جماعة يبقى الاتنين دول دايركت مع بعض صح يبقى كده الان اي سكوير لبي اكبر من الان اي سكوير لايه يعني الان اي لبي اكبر من الان اي لايه طب ما اللي ان اي دايركت مع التنبريتشار يبقى تنبريتشار بي اكبر من تنبريتشار مين يا ماها ايه وهو ده اللي كان بيسأل عليه طيب اتفقنا مع بعض يا ماه ان احنا زي مترك بالدوبينج بنعملها ان طيب وبي طيب تعال يا بسرعة كده نلم الدنيا دي الان طيب ودي البي طيب الان طيب بيتعمل لما نحط أنتمني او فوسفرس البي طيب لما نحط ألمنيوم او بورن ماشي الان طيب عدد الكترناتها اكتر من الهولز اما هنا الهولز اكتر من الالكترنات هنا جماعة المعدة بتاعتها دي كده معدت البيور اهو كتبناها في الاتنين اسأل نفسك بقى في ال N انت بتحط N D بوست طالما بوست تتحط مع البوست هنا بتحط N تتحط مع النيجاتف اللي ايه شباب دي تعتبر نيترول وD تعتبر نيترول يا جماعة في حاجة اسمها charge carrier او الماجوريتي charge carrier دي اللي هي الشحنات او حاملات الشحنات الماجوريتي اللي هم كتير في ال N الماجوريتي هي الالكترونات والميوريتي هي ايه الهولز وطبعا هنا ايه معها العكس دي مقارنة بين ال N type وال B type في مقارنة تانية مهمة جدا 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 ماذا لو جبت كابر وسيليكون ده ممثل عن السيمي كوندكتور وده ممثل عن الكندكتور وسخنت الاتنين يا شباب ركز معايا بقى كده عشان حتة دي فيها خبايا سخنت الاتنين طيب حتة الكبر لما تسخن التمبريتر لما بتزيد هيا يا جماعة الكوليجينز جوه المادة تزيد في الريزيستنس تزيد الريزيستيفيتي تزيد في الكندكتيفيتي تقل لكن عدد الفري تشارج يفضل كنصنط طيب في السيليكون لما اسخن البونس تتكسر فعدد الفري تشارج يزيد فالكندكتيفيتي تزيد بس زي ما اتفقنا there is a limited process الكريستل قالتلي ها عند حد معين هتكسر هكون زي ما اتفقنا وبالتالي معها مهمة جدا دي طب خدت بالك من حاجة تانية ان هنا مع زيادة التمبريتشر الكندكتيفيتي قلت هنا مع زيادة التمبريتشر الكندكتيفيتي زادت مهمة جدا 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 كمان ان عدد الفري تشارج هنا فضل ثابت لكن هنا عدد الفري تشارج زاد خلي بالك من الفرق ده طب يا مستر ممكن ييجي عليها سؤال ازاي اسمعني النهاردة لو انا عندي اوضة كده ومتركب فيها لمبة وهنا برضو معها فيه اوضة كده ومتركب فيها لمبة اهو ودرجة الحرارة هنا 30 سليزيس وهنا 30 سليزيس وروحت رفعت درجة حرارة الاتنين يعني دي الاوضة A ودي الاوضة B A وB هي فيهم التمبريتشر زادت فلاقينا ان اضاءة دي زادت وين ان اضاءة دي قلت تفهم ايه افهم التالي طالما انت لما رفعت التمبريتشر الكندكتيفتي زادت يبقى اكيد هنا فيه ايه سيليكون سيمي كوندكتر لكن مع رفع درجة الحرارة هنا طالما الكندكتيفتي قلت يا شباب يبقى ده اكيد ايه برضو ده يا جماعة فرق مهم جد وسؤال مهم طيب اسمعني كويس بعد ما عرفنا ان فيه N type وB type دخلنا بقى يا جماعة على حاجة مهمة جدا جدا الماس اكشن لو اللي هو N في B بتسوي N I square ده in general عملنا كده وقلنا تعالا نكتبه في N type وتعالا نكتبه في B type انا وانتوا فاهمين من الحصة ان N type معناها ايه N donor بتسوي N وB type N A بتسوي B طب ما كده ال B بتسوي ايه من هنا N I square على A على N اللي هي على N D طب وهنا يا جماعة ال N بتسوي ايه N I square على B اللي هي N A طبعا يا معي ال N دي قد ال N اللي هو الانتومني والفوسوس وهنا الالمينيوم والA والبور ده مهم جدا ده اسمه mass action law for N type وده اسمه mass action law for B type وده in general يا جماعة برضو التأسيمة دي مهمة جدا 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 بقى جماعة طيب بعد جدا خلنا على ال B N junction وقلنا جماعة بعد ما حطينا ها N جنب B كده وN يعني الكترانات كتير holds إليه B يعني holds كتير الكترانات إليه لو حد فاكر اتكونت منطقة في النص هنا ادت لل N type ها boost of A potential وادت لل B type A ها negative potential اسمه ايه المنطقة دي depletion layer عندها فلتش محدد اسمه potential barrier طيب ازاي حصل ده كله جماعة ها اول حاجة حصل diffusion وبعدين diffusion وبعدين drift وبعدين diffusion عكس ايه drift وبعدين في ال equilibrium diffusion ساوى drift وبعدها الدبلجن كانت ايه جماعة sufficient to prevent any more pass كانت كفاية نمحدش ايه معها يعدي تاني خلاص طيب خدنا البتاعة دي وصلناها توصلين يا جماعة مرة خدناها عاملة كده وركز معايا ده ال n وده ال b وصلناها كده وده توصيل اسمه forward ومرة خدناها عاملة كده ادي ال n ودي ال b بس وصلنا ده ال post وده طبعا يا جماعة ها نحط الايه الشحنات عند ال n post وعند ال b عند ال n post وعند ال b ايه طيب اتجاه ال electric field جوه من ال post لل وهنا كده يعني ال اتنين field عكس بعض يعني ال deposition layer هتقل وال resistance هتقل فاكيد ال current هيعدي يبقى تعمل كأنها ايه معها key closed تعال هنا ال field بتاع junction هو وفيل البطارية هو ال اتنين مع بعض فكده ال deposition layer هتزيد وال resistance هتزيد فال current ه not pass وبالتالي كأن key ايه جماعة open يبقى ده اول استخدام للjunction هيجماعة باستخدمها كswitch وقال يا معا رمز الjunction عامل كده ده انو ده بيه دايما لو وصلتها كده ده توصيل forward لو وصلتها كده يا معا ده توصيل ايه backward او reverse ده كأنو key closed وده كأنو ايه معها key open طب الاستخدام التاني ممكن نقول يا معا half wave rectification لما دخلنا ac current على هذا الديود اللي حصل كالتالي البوصف ده قبل البوصف ده فعد ده forward النيجاتف ده قبل البوصف ده ما عداش عد ما عداش عد ما عداش يا معا طلع current اسمه half wave rectified ال current ده يا معا عشان عنده one direction بيستخدم في الالكترو plating و اللي charging يستخدم فين يا معا في الالكترو plating والاي يا شباب وال charging وبالتالي يبقى كده يا معا هيعدي النص بس ال الفورورد ومش هيعدي النص الباكورد ممكن نقول الاستخدام التالت للسيمي كوندكتور as sensor قلنا معها هي بتحس بال temperature وال pollution وال humidity والحاجات دي كلها فبالتالي ممكن نستخدم كاي معها ك sensor ده الاستخدام التالت والاخير لمين لل سيمي كوندكتور ده يمكن اللي تكلمنا عليه معها ودلوقتي هنتعرف بقى بعض الايه بعض الاسئلة مبدئيا كبس المسألة بتاعت الدوبينج بيقولك اذا كان عدد الالكتورنات او الهولز في البيور كريستل ايكول مثلا ها 10 2 power 10 atom لكل سنتيمتر كيوب ويقولك we add antimony with concentration هيا معها 10 to power 13 atom لكل سنتيمتر كيوب احسب الN واحسب الB وقل لي نوع الكريستل ايه وازاي ترجع ها تاني ايه بيور طيب واحدة واحدة هو قال جماعا انا زودت antimony يعني انت فاهم ان الرقم ده هو الN دي بوسط اللي هي الN يبقى الN بتساوي 10 to power 13 الunit جماعا بتتكتب atom على كل سنتيمتر كيوب او سنتيمتر minus 3 وكأنك طلعت السنتيمتر كيوب فوق سهلا طيب الB من mass action لو بيساوي NI سكوير على N يعني بيساوي 10 to power 20 على 10 to power cam 13 يطلع 10 to power 7 طبعا يا معنى طالما انت حطيت antimony بانوها الكريستل A N طيب طب ارجعها بيورو ازاي معها هي كانت بيورو في الاول بالرقم ده اللي بوز البيوريتي الرقم ده ده اللي انت ضفته من الانتمony يعني معي الكريستل دي فيها 10 to power 13 electron حر عمال يجري فانا محتاج اعمل add ل 10 to power 13 aluminium او ايه او بورن يبقى انت بتشوف الزيادة عندك لبوزة البيوريتي وبتحط من العكس لان انت عندك الكترانات زيادة فعايز لها هولزة لما دي فكرة المسألة بتاعت ايه يا معا بتاعت الدوبي طيب خلي بالك البي انجونكشن ده او الدايوت ده لو متوصل فورو بتبقى الريزيستنس بتاعته لو هو قال زير لو قال اي دي لكن لو متوصل هيا جماعة باكورد بتبقى الريزيستنس هيا انفينيتي يبقى حسب التوصيل بتبقى الريزيستنس بتاعته عشان كده لو جبنا اوميتر هو اللي هيقدر يفرق بين الريزيستنس والديود الريزيستنس لو توصلت كده وتعكست اسمها ايه ريزيستنس يبقى الريزيستنس هتدي نفس القيمة في الناحية اما الديود فبيدي ناحية ريزيستنس كبيرة ولما جماعة بيتعكس بيدي ريزيستنس الى يده ناحية فرد ناحية ايه باكورد وبالتالي لو انا معايا اوميتر ويقست الريزيستنس هنا وعكسته ولقيته اده مرة ناحية عالي ومرة واطي يبقى ده ايه دايود اده نفس الريزيستنس يا جماعة يبقى خلاص ده ايه ريزيستنس عدية السؤال زي ده يا جماعة بيقول لي رسم لي رسمة زي دي وبيقول لي ان اللي في النص دي طبعا دي الامبيورتس بتاعتنا عشان اعرف دي ايه نشوف عمل ربط اثنين ثلاث اربعة ومعاها الكترون خامس يبقى اكيد دي ان دي بوصل يا اما انتمني يا اما طبعا اللي في النص انتمني يبقى نوع الكريستل ايه اكيد ان طيب طب نوع الامبيورتي بنت وطالما بنت يبقى ايه معها دونر مش اكسبتر طب ازاي نرجع الكريستل بيور هنعمل اد ل ايه نيكاتيب with same concentration of a of d طب this crystal ايه احنا قلنا سواء n type او b type فهي ايه 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 فده سؤال على الشكل بتاع الا الكريستل طب اسمعني طب يا مر في سؤال زي ده برضو جايب لي سيركت زي دي بيقول لي current battery بكام طيب واحدة واحدة وهنشوف مع بعض قلنا اول حاجة نعملها خلي ده positive negative positive negative positive ده كده متوصل forward ده كده متوصل backward اهو واللي فوق ده ما متوصل ايه forward يبقى احنا ممكن نشيل الفرع ده خالص جماعة اهو لانه متوصل ايه ها قلنا backward اهو فاصبحت المسألة سهلة 20 20 20 20 20 10 على 30 بتساوي 20 على 3 طيب طيب اللي انا جبته ده ايه يا يا جماعة due resistance هو عايز اي بتساوي 10 vb على 20 على 3 يبقى يا جماعة كام 30 على 20 يعني 1.5 امبير يبقى ده جماعة الكارنت اللي ميشي فين في البطارية سؤال يا جماعة زي ده بيقول ان هو حط الاثنين مع بعض donor و acceptor بس الداني معلومة قال الN دي بتساوي 2 NA يعني كده انا فهمت ان الdonors اكتر من ال acceptor فاكيد نوع الCrystal N طيب طيب عايز اعرف الN بكام الN هتساوي الN دي مينس الN A الN دي اهي فوق اهي باتنين NA مينس NA تساوي NA يبقى يا جماعة الN بتساوي NA طيب عايز الB الB بتساوي NA I square على N اللي هي NA negative وبالتالي معها هتساوي NA I square على NA negative السؤال اللي بيسألوا دايما للطلبة ليه يا مستر الN بتساوي N D minus NA هقول لك انت حطيت مثلا 7 الكترونات و4 hole طب ما ال4 حفر دول هيقضوا 4 الكترونات يتبقى ان عدل الالكترونات بكام 7 minus 4 كام 3 صح فلازم نخلي الN بتتجاب N D minus NA في حالة احنا حطونا الاتنين مع بعض طب تعالوا نعمل واحدة كمان لو NA بتساوي 2 ND كده جماعة كده الB هي اللي تكسب يبقى الB بتساوي NA minus ND يعني 2 ND minus ND يعني ND طيب دي الB يا جماعة لكن الN هتساوي ايه NA I square على الB اللي هي ND طبعا نوع الكريستل ايه جماعة طبعا ما حطيت NA اكتر يبقى نوعها ايه B طيب برضو جماعة نوعية الاسئلة دي لو حط الاثنين طب لو حط هيا جماعة لو حط NA قدي ND ما عملش حاجة فضل زي ما هي NA قدي ND زي ما هي مزادي حاجة ترجمة نانسي قنقر